اشتركوا في القناة في الافق ان ازمة المحروقات او فقدان الدولار وغلاء المواد الغذائية وفيما تستمر التحركات الشعبية في الشارع في معظم المناطق اللبنانية انطلقت دعوات الى تظاهر غدا في ساحة الرياض الصلح تحت عنوان احد الطلب سندبع وفترة ما بعد الظهر ما يجري اليوم في الشارع والاتصالات السياسية الحاصلة مع عدد من الضيوف وابدأ مع ضيفي الباحث والكاتب السياسي دكتور اعمال انزهوي اهلا وسهلا فيك اهلا فكير يعني لماذا برأيك هل قد هذا التأخير بموضوع الاستشارات النيابية مر اول اسبوع ونحن اليوم على قبيب الاسبوع الثاني حتى الساعة ما في دعوة الاستشارات النيابية وحتى الاتصالات اللي عم بتصير عم بتكون اتصالات خجولة مقارنة مع الواقع السياسي وضغط الشارع زي ما نبلش بالاستشارات النيابية اولا بالدستور ما فيش يبلزم رئيس الجنهورية بمدة زمنية معينة لحتى يجر الاستشارات النيابية الملزمة عم بيحاول يحكي مع كل الكتل السياسية الموجودة اللي مؤلفة منها الحكومة ومجلس النيابية لحتى يوصل لتصور ممكن لحتى ساعتها صير فيه تكليف لا يبلشوا بيتشكيل الحكومة بس السؤال اللي بيترح نفسه مبلشنا منهون كيف ستكون الحكومة من سيرأصل حكومة هون هي أسئلة جدا مهمة طيب ما هنا كنا عم نحكي بالبلد عم نحكيها بحكومة تكنقرات وانا طبعا ضد نظرية تكنقرات لانه بالبلد ما في عمنا تكنقرات في عمنا صحيح اننا احنا اقصائيين ولكن كله تقريبا عنده جهة سياسية طيب الى ما هناك طيب حكومة تكنقرات من اين اجت اجت حكومة تكنقرات طبعا هذا بطلق خارجي بطلق دولي انه يفترض حكومة تكنقرات لا حتى العهد يكون برا حتى قوى الممانعة يعني قوى المقامة حزب الله يكون برا هذه الحكومة هون طبعا في مئة الف علامة استفهان هل سيتم ذلك ام لا مين رح يقبل ها دي اول شيء اول حكومة مش حكومة الطرحة التانية قالوا هو انه نحنا بروح يروحوا يشكل العهد مع حزب الله حركة عبل والقوى يشكلوا هني حكومة طيب هون بنصير من صير نحنا كل المجتمع الدولي رح يصير بدنا يعني نرجع نكلي لقصة غزة الحل الثالث او الطرحة الثالث اللي نحنا عم نشوفه كمراقبين على العرض الحل الثالث انه الافضل هو ان نذهب الى حكومة تكنو سياسية السبب حكومة تكنو سياسية في عندك امور سياسية بالبلد لازم يكون فيه سياسة يعني مثلا مثل قصة الناس عن السوريين مين بده يبث فيه اخصائي شو بده يكون يعني منطعم سياسي زائد اخصائيين بمجال عملهم بمجال اختصاصاتهم بهذا الحكومة طيب هذه الباطئة بالتركيبة بتركب مع كذا نقطة خليني بالسرعة اولا لوضوع الاستشارات اكيد مفي مرة الاستشارية تلزم من رئيس الجمهورية ولكن موضوع ضغط الشارع هو يمكن مرات بيكون قوة من التسطور وقوة من الامين وغيرها اليوم هذا الشارع المفتوح على مجهول واللي بيعتراف بعض القوة انه هيدا الشارع يمكن يكون فيه اياد غريب وممكن يكون فيه تموير وممكن يكون فيه سفرات اليوم نحن لما ناجل هذه الاستشارات النيابية تركين البلد على فراغ والسلطة السياسية اللي بتحمل المسئولية مش اكيد الناس اللي بالشارع هذه مش اقوى من الدستوب وضرورة الاسراع تسريع عملية المشاورات طيب خلينا نرجع نحن للحكومية السابقة قديش اكلت وقت لها ثلاث شكلت الحكومات فيها اخر حكومة منتشور ازاي نحن هل البلد بيتحمل بعد نحن نقعد شهران او ثلاثة اكيد البلد ما هيعمل اكيد لا ما هيعمل طيب ضغط الشارع اكيد عمل مساعد من شئ لحتى تتشكل الحكومي باسرع وقت ممكن واذا هذه السلطة لم تعي ان ما يطلبه الحراك هو مطالب محقة طبعا نحن عم نحكي هون فينا نقصم الحراك بس لمرق هدي فينا نقصم الحراك لكذا شاب فيه ناس طبعا مطالبها محقة ونزلت من وجعها ونحن من الناس اللي نزلنا من وجعنا ومعنا مطالب ضد لانه عدم الثقة بين المواطن وهذه السلطة صروا الطويل وهلا انفجر بالحراك نفسه فينا نعصم في ناس كمانا نزلت تسلل بالحراك للأسف يعني وفي قسم طالث بالحراك اللي هو صاحب اجندة اما داخلية على قاعدة الانا واما خارجية اللي هي بتوصلها عاميركا هذا الحراك هيك مقصم لذلك نحن اذا بنا نجي نحكي بالحراك الحقيقي وهو ما يحصل اليوم لانه نحن ما فينا نقول هيدا حراك نروح نقطع الشوارع على مين عم نقطع الشوارع على خياك المواطن عم تقطع الشوارع طيب انت نزلت تسلطة شو خاص هيدا المواطن مستشفيات ما فيها ادوية على راسي مزبور ناشي انا رح حسلم معك انه هيدا وسيلة مشروعة طيب هيدا المواطن الميون كيف بدو يأكل طيب هيدا المستشفيات كيف بدو وصل الى ادوية انت بتعرف انه فيها طبك كمين فتحت الطرقات هيدا الاسبوع هلأ اسمعنا صرخة المستشفيات هلأ اسمعنا اصحاب المحطات هلأ عم نحكي انه المصاري في الاسبوع المقبل الله هو اعلم تفتح او لا هلأ الطرقات مفتوحة يعني المشكلة ما قلت بتسكير الطرقات قد ما هي مشكلة اكبر المشكلة لا كان في مشكلة بتسكير الطرقات في مكان ما طبعا اكيد على عامة الشعب اللبناني خليني اقولي اختي اكتر من نصف الشعب اللبناني طيب نرجع على تفضلتي فيه هيدا كله وين بصب هيدا كله بصب على تسريع التشكيل حكومي ماشي لكن خارج العهد وخارج حزب الله يعني نحنا لما منتفاجأ انه بومبيو شو حكا لما منشوف نحنا المشهد الاقليمي هيدا لبنان مرتبط بكل المشهد الاقليمي في عندك محورين محور مقاومي ومحور ضد المقاومي اللي هو برأسه الامبرالي الصهيوني الامريكي طيب هيدا شو بده لما فشلت به مضيق هرمزوا مع ايران لما رحنا على اليمن وكمان اليمن طلعوا ضربوا ايرانكو ومرأوا وين كل هالقواعد العسكرية وما ادروا هيدا محور المقاومي لما منجي نحنا على سوريا بسوريا ضابط الايقاع هو الروسي اي مشكلة بتصير بسوريا فينا نروح على استانا ونحلها بيبعى عنا وين نحنا بيبعى عنا العراق وبيبعى عنا لبنان وهذا ما يحصل الحصار الاقتصابي امريكا اتخذت خطوات مش من هلأ من سنوات انه نحنا خيليش ما نروح على نعم الحرب نحنا فينا نعمل حصار اقتصادي وتفتيت الكيان وتفتيت الدولة واستدامة الدولة بالمبالغ طائولة نرهنا للبنك الدولي وما لم نأخذه في الحرب سنأخذه عن طريق هذه السياسة الاقتصادية المالية طيب احنا طبعا مش راح نروح نظرية المؤامرة بس هل هذا يطبق في لبنان نعم للأسف يطبق في لبنان كيف يطبق في لبنان طيب الهندسات المالية للمصرف كل هدي الفترة لما انا بسمع وانا بعشر سنوات اثنين وستين مليار دولار ربح المصارف لما بسمع انه ولا في مليار دولار انعطوا لبنك مياد في مليار دولار انعطوا لبنك عودي في محطات ربح المصارف مسؤولة عنه حكومة والسياسة المالية مش مش حايمانا لم اتوجه للهد الان الى الحاكم ولكن اتوجه الى المصرف كل هذه السياسات المالية والهندسة المالية الخاطئة بالاضافة الى فين اعتبرها رشاوي لكل انواع المجتمع لا قضاءات لا عسكر لكل السياسيين عم بيزدادوا ثراءا هم وزبانيتهم طيب هدا مين بيتحمل مسؤوليته اثنين نحنا بالآمين اللبناني هناك مفوض لدى الحكومة اولاد الدولة بالمصرف لبنان وهناك موضف درجة تالتي كمان بالمصرف لبنان شو وظيفتهم هون هوا وظيفتهم المراقبة والتدقيق ماشي بكل حسابات المصرف تهولا مين مربوطين بربوطين بوزارة المالية يعني برفع الوزارة المالية طيب ونطالب من شاشتكم انا عصير الشاشة الكريمة الوزير المالية اذا لم يكن لديه هذه التقارير هيدا مصيبة واذا كان يعلم فالمصيبة اكبر طيب وان ما حدا بيعرف شو بيفوت على المصرف وما حدا بيعرف شو بدار من المصرف يعني رحنا نحن نحكي بمصرف لبنان هو صندوق اسود طيب هيدا الصندوق الاسود كل هذه السياسات هل هي عن صعب التصور ام هي بالصدفة هون بيخليها الارواعي العام نحن نحمل المسؤولية للكل اذا الكل عارف مية بالمية مش بس وزارة المالية الحكومة المجتمع عنه والاحزاب من وراها اللي عارف وخلتنا نوصل لها مية بالمية نحن ونقول هذه السلطة لم نقل اكس او اجريك من السلطة هذه السلطة طيب نحن لما عندنا مشكلة فقدان الثقة مع السلطة ليش لانه نحن عندنا قوانين لا تطبق وعندنا كل ما يجري هو يتقاسم جبنا وعند يتقاسموها طيب وهذا الشعب اللي معطر شو بدي يعمل كيف بده يعيش يعني ما قادر عيش ما قادر أمن مستقبل لأولادي بدي يضمي ساكت أكيد ما حسكت بس للأسف بعض المطالب نحق صحيح بالحراك لكن إذا أردت عن تطاع فاطلب المستطاع أي مطلب بدك يا يكون موجود ويتحقق بده أطر دستورية وقانونية مش والله بدي يسقط النظام بدي يطير حدا حكي هذا حكي نسمعناهم ببداية الحراك بس لما رجع صار فيه تنوع من تنظيم وصار فيه حكي وحوارات ما عد نسمع طبعا أنا ما رح فوت حتى أسقاط رئيس الجمهورية ما عد نسمع مش حفوت بشيطانة الحراك واللي رقبوا الحراك لأسباب شخصية يعني عرفت كيف من بعض القوى السياسية للأسف يعني حتى اللي استألت من الحكومة قبل ما تستأل الحكومة وإلى آخره بس أنا اللي عم أقوله هو على الشكل التالي هناك مطالب محقة في الشارع يجب على هذه الحكومة ماشي أن تتحرك بسرعة ليش إذا نجي نشوف نحن هالدائرة الميت علي أن تستفهم عليها بين المصرف والمصارف وبين ما يجري اليوم على الأرض طيب جينا فتحنا نحن المصارف أوكي ما عمنا ولا خطة ما عمنا شيء فتحنا المصارف المصارف طبقت ما يسمى بالكابتال كونترول ولكنه مخفي ما حدا مسترجي يقول والله أنا عم طبق كابتال كونترول ولكن على أرض الواقع بس على أرض الواقع أنت عم تطبق أكثر من كابتال كونترول أنت في عندك مرسوم اشتراع تلقى 72 على 83 بيرفض كل الإجراء اللي عم بتنبل المصارف طيب كيف أنت عم تتعطى أنا عم فتح حساب بدي أخده من حسابي ممنوع تاخد إلا ألف أو ثلاثة بالجمعة أو عشرة بالشهر بيرجع بعد يوماني بينزل هيدا لاثنين ونصف لثلاثة بيرجع على الاتم بيختفي منه الدولار بيرجع على الكونتر ما فيه دولار طيب بعدين هي شقة شقة تاني ونجي نحن للأمن الاجتماعي وهذا ما أحذر منه وهذا ما أطالب الحكومة بالنظر إليه يعني نحن لما أنا تاجر عندي مواد غذائية إذا أنا بدي أجي إفتح اعتماد ما قادر لو عندي مليار دولار بالبنك بيقول لك رح جيب لي دولار من بره طيب إذا أنا بدي رح جيب دولار تخيل مصريتي بالبنك بدي رح جيب مصاري يعني بروح بتدين طيب إذا أنا جيبت مصاري وصرفتهم عند الصراف على 1850 ومعيز طيب أنا جيت فتحت اعتماد معناته أنا غليت عندي لبضاعة بدي حط على أغلى طيب هذا كله لوان بوصل إذا أنا ما عملت هيك معناته مش حاجيب ببضاعة طيب نحن واصلين بعد هلأ من شهر لهلأ يعني بعد شهر لوان واصلين واصلين رح تفقت كل الصلع بالبلد طيب عظيم اليوم هلقد يعني هاي دي الأمور اللي حضرتك عم بتقول اللي أنا قلت أنه ما حتى لو ما في مهلة دستورية بالأنون تجبر بمهلة لإعلان مواعد الاستشارات النية اللي عم بتحكيون حضرتك أنني بحد ذاتهم يعني أقوى من الدستور طبعا لش أنت فكرك أنه السلطة لو أرادت أن تفعل شيء ما فعلت بلد يعني نحن نزل أول يوم اليوم اللي عم نحكي حسب تنجع لموضوع الاستشارات وكأنه فيه اتجاه لعادة تسمية الرئيس الحريري حزب الله موافق حتى يقال أنه حزب الله اللي عمل طلب من رئيس عون والوزير بسيل تسهيل مهم لا يرجع الرئيس الحريري يتكلف حركة أمل رئيس بررق رح سميه غصبنا عنه طيب عال رايحين باتجاه رئيس الحريري خلينا على الأقال نروح سوى باستشارات نيابية نسمي الرئيس الحريري وبعضين نشكل حكومة يعني حتى البعض عم بيقول أنه اليوم في مخالفة دستورية بموضوع أنه تشكل الحكومة قبل تسمية الرئيس سيدتي نرجع لنفس الموضوع ألا وهو هل إذا هلأ نحن رحنا واتفقنا على الرئيس الحريري وسميناه رح يقدر يشكل حكومة بالقريب العاجل بس على الأقال نعطي هذه الصورة الإيجابية للناس اللي ما عم تظهر من الطرات وين في صورة إيجابية من هذه السلطة تعطيني لاش ننتوا ليش ما تحركتوا أول يوم وعملتوا عقد أملتوا جلسة مجلس وزراء لما رحتوا على مجلس النواب وشرعتوا على أليل كم قانون بس لهالعالم علي تمتصوا غضب الناس لذلك نحن في لبنان ما هي حكومنا هو التناحر بين القوى السياسية هي اللي عم تحكمنا هاي القوى السياسية ما بعرف وصلت الصرخة أكيد وصلت الصرخة بس أبااش بدون يتجاوبوا مع هيدا الصرخة هون السؤال طبعا في ناس عندها هواجز خارجية نتيجة المخطط الأمريكي اللي موجود وفي ناس عندها هواجز داخلية طيب نحن فينا نقرب الموضوع من هون ومن هون طيب حزب الله شو بده بده تطمينات يا خي انت يا سعد الحريري كرئيس حكومي إن شاء الله بدك تيجي قادر تعطي تطمينات لحزب الله عطيه طيب انت وجبران بس المشكلتك وين كمان بالسلطة طيب بدك تعمل أعمل تكنوسياس وإطلع منها حزب الله شو بده تطمينات موضوع إنه بيان لويزاري جايش شعب مقاومة ما بعتقد في حدا عنده مشكلة حتى اليوم الشباب اللي بده تفوت تكنوكرات أو مثلا بدنا تسميهم ما حدا فرفع موضوع السلاح والحزب والمقاومة هذا شق من الموضوع والشق الآخر ما يحدث من حصار اقتصادي خانق على كل مكونات هذا الشعب وما فيهون حزب الله هيدا الهجمة الأمريكية اللي موجودة وهذا الحصار الأمريكي نحن للأسف عم يتنفذ عنا بلبنان عرفت كيف؟ هيدا شو لوين ودي وصلنا ما هون نحن منرجع منلف منلف مندور منرجع لنفس الموضوع في عندك مشروع ومخطط أمريكي شغال أنت فيت فيه للمشروع وفيه ناس ضده المشروع هون بدك تشوفي تقارب وجهات النظر وين بتوصله بالنص بس هني لازم يفهموا إنه نحن ما عاد فينا نحمل الأمن الاجتماعي نحن عنا مهدد أنا بكرة ما بدي أخي ما بدي ألبس ما بدي أظهر ما بدي أكل واشرب كيف أنا بدي أكل واشرب؟ أنا مطالبة محقة وبدي أكل واشرب إذا أنت بتبلغ تتصارع سياسيا كقوة سياسية نحن لوين وصلين؟ نحن وصلين أنه العالم رح تأكل بعضها واصلين كل العالم على السرقة وعن نهب وهو إلى آخرين بالإضافة إلى رح تخانق أنه السوري على أي محل بدي أسرق ما بتنسي نحن عنا نيوسين للأسف عنا أعداد كثير كبيرة مثل ما هو أنت عايش بالبلد هو كمان عايش هو بدي أكل وانت بدك تأكل لذلك يجب على السلطة أن تعي يجب على السلطة نحن ما عد عنا وقت نحن ما عنا وقت نحن الوقت فعلا كالسيف نحن صرنا بمرحلة واجه العاصف كل وعين لهذا الموضوع ليلة هلأ ما شفنا مبادارات هالأد إيجابية لتسهيل وتشكيل حكومة ما هني لو بدوا كون في مبادارات إيجابية من هذه السلطة كانوا تحركوا ثاني يوم أو ثالث يوم الحراك بل بالعكس طلع الرئيس الحريري وقال أعطونا نانو سبعين ساعة وإلى آخرين بالإضافة إلى تهديد مبطن إذا أنا بطلع شو بده يصير بالدولار كله مربوط ببعضه للأسف كله مربوط ببعضه والضغوطات جيتنا من كل الميلات من كل الميلات جيتنا الضغوطات مش بس من هون حتى التصنيف تم مدز هلأ فات على التصنيف على أي أساس سألنا نحن اقتصاديين شو رأيكم بيتصنيف هل هذا تصنيف جائر هذا مش صحيح التصنيف سي اي اي تو كنا سي اي اي وانصرنا سي بين يوم وليلة على أي أساس من إحنا بعد ما في عنا تخلق بالدافع طب كيف رح تنزلت التصنيف هيدا كله يدخل في خانة شو في خانة ضغط 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 ما في مجال والمسارف تؤدي ما تؤدي كمان من ضغط طيب المسارف بيقول في تسعة مليار مفروض هدي يكونوا تؤمين هم موجودين على الوضع عم يشتغلوا فيهم طيب هذا مين بيقول مين بيقول حاكم مصرفيك عم بيقول طيب يا خي أنت طيب ليه مضخات مال طيب تفعوا على أنه يدخوا مليار دولار بالسوق صحيح طيب جينا على يبينقل مال بلا ذكر أسماء الشركة ممكن تنقل تقعصت في النقل المال شو معناتها معناتها الضغوط من كل الميلاد معناتها أنت للأسف عندك بهذه البلد في ناس راكب الموجة الأمريكية وتنفذ ما يريده الأرض هدي بكل ما لها الكلمة من معنى وفي عندك ناس أنا ما فيني يقول أنه ما عنا ناس وطنية أكيد طيب نحن هدي الحكومة إذا أنتوا بكتشكلوها وين عنكم مشكلة تكنوا سياسة تكنوا سياسة يعني أنا بعطي مثال بسيط ومش للحصر يعني جانوي أرداحي كان وزيرة الصلاة طيب كفه نضيف طيب هدا هو المشكلة بيعلمين تابع كان بالزمان عند الرئيس لحوض ونازل طيب أوكي هدا شو بش عميد مصطفى حندانس جبته وزير داخلية شو بصير في عنا أسماء عنا تعاط في عنا نحنا عنا بهذا البلد جهابزة اقتصاد بس هون ما عم تحكي بالنس مستقلة عم بحكي بالشكل العام يعني لون خفيف عرفت كيف لون خفيف بس مش فائع ما أنت بديك تروحي تشكلي طيب نحنا إذا منبقى نحنا بعد شهر يعني لكل اللي حكينا لو نواصلين ما ما حيبقى بلد ما هي المشكلة ما ما حيبقى بلد بس اليوم نحنا ما حيبقى بلد مش حنصور كمان إنو إذا بكرا شكلنا حكومة كله نحل في عقلية وفي ذهنية بتعاطي وبإدارة الأمور كانت داخل مجلس الوزراء صح؟ وهدا اللي عم يشكي منا الرئيس الحريري أنا إذا بدي أرجع فوت بحكومة تشبه الحكومة السابقة ما ممكننا عملنا شي طيب لما نحكي نحنا بتكنو سياسة أو كله سياسة هذه القوى اللي موجودة جوها بالحكومة اللي فيتة حتى تضمن مصالحها إمكان مصالح خارجية وجودة أو غيرها رح تكون هالأد سهل بالتعاطي رح نرجع على نفس المشكل داخل مجلس الوزراء على نفس التعاطي على تأخير ملفات على بعكسك لا تعكسني وما حيصير شي ولا حني أمور البلد تمشي لذلك هذه الحكومة يجب أن تشكل على أجندة معينة فيه وفترة زمنية محددة لحتى يصير فيه مرحلة انتقالية من أهم الإصلاحات اللي لازم تشطل فيها الحكومة نحنا عم نحكي شو استرداد مال من هو طيب واحد اثنين الحصانة السرية المصرفية هذا كله لازم يكون موجود بالحكومة بالإضافة إلى وهو خشبة الخلاص لهذا البلد لهذا المواطن لهذا السلطة نحنا يجب تغيير السلطة كيف نغير السلطة نروح نعمل قانون انتخاب لبنان دائرة واحدة مع النسبية فيه ناس عم تحكي خارج القيضة الطائفة هون بصير بنضرب المناصفة بين المسيحي والمسلم نحنا نرفض ذلك لذلك نحنا نروح عقانون انتخاب لبنان دائرة واحدة مع النسبية تشكل مجلس النواب من مجلس النواب بتشكل الحكومة والحكومة انت كمان رئيس الرئيسة الجمهورية لذلك التكنقراط ما بيزبط بهذا البلد حتى لو كنت انتخابات نيابية مبكرة مش مقبولة من الكالب نحنا لما بتجي حكومة وهذه الأجندة هي على رأس أولويات هذه الحكومة يجب أن ينص لازم كل ينصى على هذا الموضوع ما في عندك شارع هادي الفكرة قبل حيقبلوا أن يكون هذه الحكومة من أجندتها إنجراء انتخابات قبل وقتها يفترض نحنا إذا بنا نشتغل صح بنا نواكن ويفترض نحنا إذا بنا نشتغل صح نحن روح على الأمن الاقتصادي والمالي هلأ أول شي هادي أول خطوة لازم تنعمها لأنه البلد عشا فير الهاوية عرفت كيف؟ أنا اليوم إذا بيجي مودعين وبيسحبوا مصرياتهم شو بصير بالبلد اتنين ها العالم كلها بعدين أنا يعني من الشاشة الكريمة رح أطلب شغلة من المواطنين هاي البانيك اللي عاملين المواطنين هيدا الخوف وهجمي على المصارف يخي طب انت شو بدك بهيدا المال كله تكتسوا بالبات شو هتستفيد منه ما هتستفيد منه شي خلي هالعجلة يتمشي طبعا بيرجع بنحكي على السياسات والاندسات القاطئة أو للأسف نرجع على الأهم اللي حكيت عننا اللي هي فقدان الثقة نوعبا عن الثقة حتى أقول أنا حقلي مصرياتي وأنه بكرة حيمشي البلد لذلك يام نخرج لا يزب أن تخرج جميع كل القواة سياسية تخرج من الأنا والشخصني والمحاصصة إلى الوطنية إذا أنا بدي ابني دولة بدي كون عندي حص وطني إذا أنا ما بدي ابني دولة وبدأ ضمي على قاعدة المحاصصة رح يبقى هايك وبس الشارع لهم بوصل ما هي ما هيينزل ساحات خلي الله خلي السلطة تعرف ما هيينزل ساحات رح ينزل كل الشعب تخرب الدنيا فنحنا ما عم نخوف بس نحنا بنقول اليوم لي عم نروح دايما على هيدا السينوريوات كتير عم بيشبه الوضع الحالي باللي صار قبل الـ 75 وقده ظهرت كمان مظاهرات من الكل كل الفئات الشعبية وكل الطبقات وكل المهن كتير عم بيصير في هيدا التشبيه يعني عم نخوف الناس وكأنه هيدا الناس اللي بالشرح هي إخدتنا ع حرب الناس اللي بالشرح مش إخدتنا ع حرب هلأ نوعا ما الحراك توجه والبوصلة صارت أصح من الأول صاح أصحاب الأجندات هلأ صاروا عم بيشوفوا عن دورة حصتهم بالسلطة وبقي ما تبقى فعلا نقدر در ما نحنا نجح هيدا الحراك بالأول فيك الناس هدف مؤامرات نحنا أصننهم تراجعت؟ هاول الناس تراجعوا؟ هاول الناس ما تراجعوا المال اللي صرف في لبنان على هذا الحراك يعني طبعا أصحاب الأجندات ما فيني إش من الحراك كله طبيعي لأنه مثل ما قصناه في طبعا نحنا الأكثرية شرفاء والحقوق اللي بدون إياها والمطالب هي محقة لا بس المال اللي عمين صرف ونصرف على هذا الحراك بالأدلة وبالأرقام وا 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 إلى آخره والصحات الممولة معروفة صارت عرفت كيف؟ هيدا شو؟ ما في حدا عنا بلبنان فاتح كارتاس أنا بيجي بمول لا استفيد عندي أجندة عرفت كيف؟ ما فيني يعني إجي مول ولا على جه ليش أنا صرت يعني هلأ خايف على لبنان؟ أمريكا خايفة على لبنان؟ لا أمريكا تسعى للفوضى اللي يسموها خلاقة ولكن ضمن ضوابط لا لأنه إذا فلتت بيخافوا على مين؟ بيخافوا على الإسرائيلي أنه عندهم مشكلة مش نحنا عندهم مشكلة هي الأمن الإسرائيلي لذلك الفوضى مطلوبة في لبنان وهذه الفوضى مهم أنه توصل بس ضمن أطر معينة ما تخرج عن هذا النطاق لذلك الروسي لما دخل على الموضوع أنت واللبنانيين لو أن راحين مع محور المقاومة لو أن راحين وهون كل المؤشرات الخارجية تدل على ذلك وآخر شي اللي لفت لنظر اللي كتبوا السفير الأمريكي السابق بإسرائيل عرفت بأمريكا السفير إسرائيلي بأمريكا السابق عن محاكاة ضرب ضرب لإيران شو بده يصير بكل المحور هذا ما يدل على ماذا يدل هناك تخبط في السياس الإسرائيلي وبعدا على صعيد الحكومة هناك انتخابات قادمة بالألفان وعشرين بأمريكا يقال أن هناك ممكن يصير في أزمة اقتصادية بأمريكا لم تشهد لها مثيل أكثر من الألفان وثمانية طيب هذا كله شو هذا كله شو طيب نحن عشرين تلاتة عشرين يوم ما شفنا المجتمع الدولي حكى شي غير قمطيو حكى بس لو حكى بأول الحراك انت هتقولها تفضلوا هاو دي الأمريكيين دعمين الناس هاو دي الأمريكيين بعملين ما هني من أول الحراك كانوا عم يحكوا حماية المتظاهرين طيب أنا هون لما بدي إيجي يشوف القوى الأمنية كيف تعطت أول عشرين يوم من الحراك هون ما بشكل لي أني صدمة أنا الجيش هو الضماني في هذا الوطن ما بشكل لي صدمة ما عقولي أنا ضابط أو أنا عسكري أمره على قطاع طرق بدي إبرز هويتة ما عقولي أنا دكتور بدروع مستشفى بدي يدفع خمسين دولار شو الحكى هيدا هيدا نحكى عن حالات بعض الحالات دور المؤسسة العسكرية بالعكس بهذه الأيام يمكن يعني يمكن لو تصرفوا بغير طريقة كنا رحنا على مشهد تاني كان في كتير تفاهم للناس قادرين المؤسسة العسكرية كانوا وقفوا كانوا وقفوا هذا القطع الطرف بطريقة ما بس كان الحال بيكون بالسياسة مش بالأمن ما عندي مشكلة الحل بالسياسة الحل بالسياسة بس السياسة كمان بده أمن هذا أمن سياسي إجباري في عندك مواطنين لازم أنت كمان تحميهم وعندك مواطنين لازم تأمنوا اللي ما تعيشوا اللي روحوا يسترزوا خلينا هذا الموضوع حكيناه يعني للأسف بس نحن طبعا ثقتنا كاملة بالجيش وبقيادة الجيش وهو يدرك ما يفعل ماشي بغض النظر عن كل الإشاعات اللي طلعت والتسريبات اللي انحكيتوا والله أعلم صحيحة ولا ما صحيحة ورئاسة جمهورية وموعدة هذا حكي أنا لا أقبل به لأنه نحن نجب أن نحافظ على هذه المؤسسة العسكرية هذا الضماني عنا بالبلد لنرجع لموضوع الحكومة هي الحكومة عندها الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي هو أولوياتها ماشي تطلع تشكل حكومة تحط أجوندها وتحكي مع الناس بس يا حكومتنا الكريمة اللي بدك تجي يعني معقولي أنا أقبل إذا أنت بدك تحاكمي أنت تعيني القضاء نطالب استقلالية القضاء على المجلس القضاء الأعلى أن هو يعين القضاء ويعطون حسانة هدا فينا ننصة أنه هذا مجلس النواب لحالي يعني قبل ما نعمل الانتخابات قادر كم يحاسب هو هذا الطبق لذلك لو كان بده حاسب أنا بعطيكي الانون 44 على 215 هذا القانون أقرب لسنة 2015 من مجلس النواب شو ينص الانون الانون في حاسب دون الحسانة ماشي ما بيوقف عند حسانة ووقف عند سرية مصرفية أنت تطبق هذا القانون لم يطبقوا ما بدون يطبقوا أصلا حتى السرعات بالبلد سرعات مقاومة هل عاد يحدك تطمن هود الناس هود الناس هود الناس أطمنهم لما تقلهم رايح على حكومة تكنوسياسية وهود الناس السياسيين بعضهم موجودين بهذه الحكومة بدك هود الناس تصدق أنه هيد الحكومة هتقدر تغير أو هيد الحكومة هتقدر تعمل اللي أجزوا أنه يعملوا قبل ليش ربطت أنا بالأجندة أجندة الحكومة يجب هذه يجب الأجندة اللي عند الحكومة اللي بدت تشكت تكون هي من مطالب الناس أو شي تعطي الناس المطالب المحقة وبتروح بتكفي بالشغل مشكلة مش بالأجندة مشكلة بتنفيذ هذه الأجندة هنا عم نحكي لأنه بكرة هود السياسيين اللي موجودين جوا هني كمين رح يكونوا يعني أي شي بهدد مصالحه هني ممكن يقولوا لا طيب لذلك يعني نحنا شو عم نحكي هلأ إذا نحنا بلنا الصح وهني ما بلنا الصح معناه تلوين بلنا نكفي معناه تلوين بلنا نكفي نحنا بلنا نكفي نحنا بلنا بالشارع صحيح لذلك ما بعتقد أنه فيه بعد حدب السلطة أو قوى سياسية لم تعي أن صرخة الناس فعلا عالي ومدوي والناس والشعب استفاق وسينزل إلى الشارع متى أراد لأنه هاي العالم لازم تفهم هيدا البلد لوين ناخدينه نحنا على شفير الهاوية طيب نحنا أنا نفط وين النفط اليوم مشكورة الوزيرة وأخذت الإعلام وفرجت أنه نحنا بلشنا طيب نحنا بلشنا فيه شغل هيدا الشغل وين كان طيب عال نحنا هلا لا قدام أي مطل بعدين التضارب بين التطال والحكومة اللبنانية ما حدا فاهمينه صحيح التطال بيحكوا شي حكومة اللبنانية يحكوا شي يعني حسنا فعل الرئيس بري عندما دعا يوم الثلاثاء إلى جلسة هاي أول خطوة جدي بإقرار بعض الأمام يعني رجعنا على صمام الأمام بس هلأ بعض حتى عمي حكا عني مثلا القانون العفو اليوم الثلاثة رح يكون هو نجم جلسة ولها اللعبور أنه هذا القانون يعني هيدا اللي عم لك أنه اليوم هاود الناس فتحت قانون العفو بس خلينا المرأ بقصد قانون العفو يجب الانتباه إلى شغلة أساسية بقانون العفو ألا وهي الجرائم المالية أين هي من قانون العفو إذا صار فيه هيدا الجرائم المالية دخلت بقانون العفو معناتها منهم للوزر والمواب وكل اللي سيرين مع الاحترام كلهم معناتها رح ينافع عنهم العالم بدأ تنبذ نحنا لوين راحين يا نحنا رح نكفي بمعنظومة الفساد القائمة منذ 92 إلى اليوم منذ 30 سنة إلى اليوم يا نحنا بل نروح فعلا إلى بناء دولي نحنا بل نروح لبناء دولي ولا لا والإعلام اللي يعطيون العفو يعني عدار الحراك بحرفية يعني الحراك كان مثل السمكة اللي بقلب بحر معتم ونقطة الضو هن الإعلام هن كانوا عم بيحركوا هن ما ويكبوا هن كانوا عم بيحركوا ماشي نحنا نزلنا ودايما كنا نطلب من القناة الخضائية بس هن كان عبونا نستنزال على راسهم لأنا بقول لك إيه لما تحديد الأوقات أكيد كانوا يلعبوا دور كتير فيه وبالإضافة إلى بعض التصريحات والهوا اللي كان مفتوح كنا نقول لهم تفضلوا على مصرف لبناء نحنا عاملين مظاهر عاما مصرف لبناء برجعوا راحوا بعد راحوا عامتا بروحوا وقت اللي ما بيكون في حدا ماشي خمس دقايق وبفلوا بتقليلي راحوا طلبنا أكثر من مرة مواكب إعلامي من بعض القنوات ماشي اللي عليها مية علامة استفهام نتيجة هذا الوضع ونتيجة ثلاثين وخمسة وثلاثين مليون دولار اللي اتخذوا من البنك المركزي بسفر فايدة ماشي تفضلوا واكبوا مواكبوا طيب نطلب من الإعلام أن يعي إلى أين ذهب هذا الإعلام إما بيكون عامل مساعد في بناء هذه الدولة ويعمل بحرفية وتقنية وإما هو صاحب أجوند أنا ما عندي تفسير تاني أنا كمواطن ما عندي تفسير تاني يا سيدة الإعلامي اللي نزل بس فتحها إوال الناس طيب حلو كثيري لحوال الناس مش هك ويه الناس اللي عبّره ويه الناس اللي اتجمعه يه الناس اللي عم بتقول هيدا الأحد بننزل هون هيدا السبت يعني البنهاية عم بيكون مهمته مش دائما نحمله للإعلام مش مهمته نحمله للإعلام بس مش مهمتي أنا كإعلامي بدون مهنية لما أنا بتجي أنت بتحكي ضد اللي أنا بدي إياه بسكتك واللي بدك يا تسماعي والسماعي للعالم بتطلعي معلاشي حطى هالمنصات اللي عملوها مش معيبة مين بيقبل مين بيقبل ببيته ماشي مين بيقبل نحن أصحاب ثقافي ونحن أصحاب حضارة منطلع من سبسب شو هالحكي هدا من هو هدا هدا وين صار هدا ما بصير نحنا 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 ناس مش هدا هو نحنا صنع الكي بالسانة للبلسان كل الشعوب اللي حوالينا انه شو هو هدا الحراك هاي لا حبيبي هدا المنصة مفروض تطلع عليها مثقفين مصرفيين اقتصاديين محللين يفهم الناس مش تطلع تسبو تشتم واخر شي بتفتح للهوا انت وبكل البيت صار صار طلع غانب البيوت لأطفال عم تسمع بالإضافة إلى أنا على حد هلا ما بفهم حتى هدا الحراكة الطلابية يعني شو اسموه لتلتعاش اربعة عشر خمستعشر سنة شو بدو فهمه بالسياسة معلاشي خاطب الناس على عدد بس هدا عكيد اللي أهم منه نهوضي لعمرهم 13 و 14 و 15 نزلين على الشارع ما بدو ولا حزب ما بدو ولا سياسة ما بدو ولا حدا يعني نحنا في جيل تربى هلا تربى وخلق هو بيحب هيدا فريق وبحب هيدا لأنه هيدا فريق حميل حقوقي بالطايفة لأنه هيدا فريق بيأمن حقوقي اليوم هيدا الجيل عمره 13 و 14 سنة عم يطلع بيفهم انه كلهم ما بدنا يهون كلهم مش هني بيحمونا الدولة بتحمينا لنحنا بنبنيها أنا بيحترم أنك أنت مقتنع بهذا الحكي ماشي وأنا ما عندي مشكلة بس أنت كنت بالمدرسة لما يكون اليوم عطلة شو كان يصير كنا أنا مبسط وهذا ما يحصل هم مبسطين ما فيه مدرسة هذا لو أنت 18 سنة بتقوله ممنوع تنتخب بس بيتفع ضريبة عاصر 13 14 15 يا هوا شباب 18 نزلوا ليعبروا عن رأيه لما الطبق السياسية منعتهم يضخبوا سيدة الكريمة 13 14 15 ما بيعرف بالسياسة معلاشي ما بدنا نوجه واحد اثنين ما سيدة عم يسمع كيف يولون أمه بيه أمه بيه عم يسمعوا كيف يولون أمه اللقدي عم يتعبوا ليقدر يعلموا هذو حاسسهم تفبل يا وزارة تربية حطي تربية مدنية وثق في هذا الطالب وأمليوا له حس وطني وين هي تربية المدنية أنا بالمدارس شو عم نعلمون إحنا بالمدارس تاريخ من 1915 شو بنا نستفيد منه نحنا أعطيني هلأ ما أنت اللي قادر من البيت إلى المدرسة إلى المجتمع هون بتبني وطنية هون بتعمل حس وطني لهذا الطالب مش تنزلوا على الشارع هو ما عنده حس وطني هي الثقافي يجب أن تكون من وين بتبلش من البيت إلى المدرسة المدرسة أهم شيء نحن نطالب وزارة التربية نحن نطالب ونازل ضد ناس هو بيحملوا المسؤولية وضعه وضعه ومستقبل حبيبتي نزلوا هني من منطقاء نفسهم الطلاق ما أستاذ عم بنزلون معلاشي دائماً فيه هيدو مدارية المؤادة معلاشي حبث العاقل بماله لا قلف العاقرة يا قلبي نحنا ما عم نحكي مش عم نحكي نحنا غيبيات نحنا عم نحكي شيء واقع ما إذا أنت جيت ما هيدا محملين وهيدا ماشي هو بده يغير أنا ما عم أنه هو بده يغير ونحنا بدنا نغير ونحنا هيدا النظام فاسد ما بدنا إياه بس هيدا كمان عنده يجب أن يحصن يحصن وين؟ بتحصن بالمدرسة هيدا لجب أن يحصن علم طب إذا طارت السن الدراسية ميني بيستفيد؟ مو حدا بيستفيد عال بس الطابة اليوم مش عند الطلاب طابة عند يفضلوا يعمل حكومة طابة عند الحكومة طابة عند كمان مدراء المدارس معلاشي طابة كمان عند مدراء طيب فتحت الطرقات نحنا لازم كون في عنا مدارس عرفت كيف؟ لازم كله يشتغل لازم كله يرجع مكنين الجامعات كمان ممنوعين ينزل هوا الوحيدين اللي قادرين يعبروا عن رأيهم بس منرجع لنفس السيرك اللي عايشين فيها إنه كمان بالجامعات كمان أحزاب يعني الذين بالجامعات كل واحد بنتي بلاحظوا رجعوا لنفس الشي اللي هني بمجلس النواب رجعوا لنفس الشي اللي هني بالحكومة للأسف هذا البلد هي تركيبته وهما هن اللي عملوا هاك نحنا أول يومين ثلاثة أول أربعة قيام بصبق ما فعله اللبنانيون من هذه اللوحة الجميلة الذي عبرت كل الطواقف وكل الأحزاب للأسف شيطنوها للأسف رجعونا لورا المتاريس مين بيتحمل بعض مسؤولية الشيطانية لو كان في احتضان حقيقي من هيد السلطة كانوا تراحت وتشيطانية يعني لما نطلع نحنا أول يومين نقول ما في حكومة راح تستقيل وبنقدم من ورقة اقتصادية يعني الصغير بيعرف قبل الكبير أنه هاي الورقة عم بيعون سمك بالماء وأنت مقدمت مقدمت ويعني محدة عارف أن هي حد محدة تطبق هون مش هن لما ولهلأ بعضهم عم بيعيشوا يمكن عم بيعانوا نوع من استخفاف بمطالب الناس وكأنه مش مصدقي الناس نزيت على الشارع طب هن إذا كان في نية غربية لشيطنة هيدا الحرك سمحولهم أكيد سمحولهم لأنه هلأ أنا وياكي عم نطالب بتغيير السلطة وإنتي بتقليه لش السلطة بداش تحضن الحركة كيف أتحضن الحركة؟ أنا بقوم لدبي لا بس لو قالوا مطاربكم محقق وتفضلوا شو بدكم وهلأ بيقولولهم تفضلوا تعاون تكونش شريك نحنا وياكم لهذه السلطة إنه لو هذه السلطة أرادت لفعلة حتى قبل الاستئالة خلاش بكتروها استئالة مدام كلهم معك وماشيين معك ومتفقين خلاص ما بقى حدا مصدق هود الناس دكتور ما بقى بيصدق إنه الحكومة اللي كانت ممكن هي تكمل بعد أربع ستينة قدام أنا عم بحكي قبل الاستئالة إنه يبدن يعملوا شيء ويستوعب الناس ماشي ويمتصوا غضب الشارع كانوا راحوا عاملوا شيء بس إنه ما بقى بيعملوا بس ما كان فيه شيء خلي الناس تسدق وما حيعملوا هانا عملك الناس طبعا تسدق مثل انت اللي عمتون ما حيعملوا أنا كمم صدقهم وانا كمم صدقهم عال انت بصير فيه ثقة مع هيا الحكومة أو مع هيا السلطة لما بتبلش تاخد مطالبة أنا وبتبلش تعملها شو أوانين وتقرب بمجلس النواب ساعته أنا بصدق أنا ما بقول فولة سلمة كونة هذا مستحيلة بها مع هيا السلطة الحاكمة اليوم لا ثقة لا ثقة لا ثقة حتى إثبات العكس أنا ما حصدق حدا بدك انت يخييه عال فيه أطر قانوني ودستوري شرف مش نحنا تعلمنا هاك تفضل شرف سن قانون نزلع المجلس النوابية خيط رعا من نزلع المجلس النوابية وقره بس تقره ستبقى الآن ايه مزبوط بلشنا نستعيد الثقة بهذه الحكومة بس محذرتك حتيت أمثلي في قوانين موجودة بس ما عملكت ما بدون ما بدون لذلك الأفضل أن حكومة انتقالية ضم لأجوندة معينة تراعي وتحاكي مطالب الشارع ماشي؟ بالإضافة إلى قانون انتخابي لبنان دارة واحدة مع النسبية لحتى نرجع انتخابات نيابية مبكر لحتى نرجع نعيد هنقبلوا معهم انتخابات نيابية مبكرة؟ هن ما يقبلوا نحنا كمان ما منقبل من هي السلطة الأقوى؟ نحن الشعب السلطة الأقوى نحن اللي منجيبهم مش هني بجيبونا نحن اللي قادرين نحن سيد المجلس نيابية بعض وكلهم أحزاب إذا بقول لك ما بدنا نروح نقر قانون انتخاب جديد وما بدنا نروح نقر قانون بتأثير ولاية هذا المجلس ما فينا نروح على انتخابة نيابية ممكن مصبوط بس من سيحاكمها؟ سيحاكمهم الشعب أي قوة لجميع القوى السياسية أي قوى السياسية ما بدنا تمشي مع مطالب الشعب وما بدنا نحنا نستعيد فعلا الثقة وما بدنا نحنا نمشي ببناء دولة خلينا نتحاكم خلينا التاريخ رح ينصفون وين رح يصيروا؟ لا الشعب رح ينصفون ولا التاريخ رح ينصفون عرفت كيف؟ صحيح لذلك نرجع نعيد نفس الكلمة يام نطلع من الأنا والحصص ومنذهب إلى فعلا بناء وطن يليق بنا ونليق به نحنا هذا الوطن أنا اليوم محارب كرمال مين؟ كرمالي أنا محارب كرمالي أولادي كرمال الأجيال الجاي كرمال الأجيال الجاي وكذا أنت الأجيال الجاي بدك تربيها نفس التربية شو عملنا؟ لذلك ورجع بعيد لك يعني نلبات المدرسة المجتمع هذا السرق يجب أن نظل موجود هذا نحنا يجب أن نشتغل عليه نحنا أين دور المثقفين؟ بعدين يا عمي معلش مع احترامي للجميع وكلهم أفضل مني بصير الواحد عمره بثمانين سنة وبعضه بالسياسة وتسعين سنة وبعضه بالسياسة بخيوان الشباب انظروا إلى تونس وما يجري في تونس إنه مثال يحتضى به بكل الدول العربية رئيس جمهورية استلم بس وظيفته أنه يمهد الطريق لتسليم الشباب بالسلطة هذا شو؟ طلعوا فيها عملوا ثورة الجماعة وشوفوا وين وصلنا شرك كل شرائح المجتمع كل شرائح المجتمع بتونس عم بيشركها بيعملوا بكل منطقة بيطلعوا نايب هني وبيرفعوا لمجلس النوار عم بيشرك الكل حتى العاطنين عن العمل خاطب الشباب ولا ميخاطب أحد آخر لذلك نجح وفاز بالانتخابات طيب نحن وين دور الشباب؟ معلاشي ورافة سياسية ورافة سياسية شو الساك ورافة سياسية؟ يعني بكون الجد بيجي البيه بيجي الابن لا خيش وبقدركم الرجلين على أي أساس؟ على أي أساس؟ معلاشي نحن عنا نخب يعني دول العالم بتجي بتاخد من لبنان بتاخد نخب بتاخد نخب بتاخد اقتصاديين بتاخد ناس ماليين لكن نحن اللبناني وين مكان مبدع ليش نحن بلدنا هاك؟ لا ما انتو لوصلتونا لهان انتو ما بتكون حدا يفهم وما بتكون حدا يكون عارف ويطلع يحكي طب لا 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 والناس بقت كمان تساكت كتير بتتحمل جزء كبير من المسئولية اللي خلتنا نوصل لها وهلأ يعني عم تقولي هيدا الشباب اليوم بسمعناهم شو قالوا قالوا نحنا عم نقوم عم نشتغل هلأ عم ننزل على الشارع لأنه أهلنا ما نزلوا وأهلنا وصلونا لهان كمان بيتحملوا مسئولية لما هم كانوا يقصوا او ما بعرف شو السابق وان الوعي رجعنا لهان وان الوعي ما في وعي رجعنا لهان كانوا يلعبوا ضغري على الخرائز لا حتى الطبقة السياسية مية بالمية هيدا نحنا أمر مفروغ منه معاش تاكين بالسياسيين رجعنا لوان عالتربية المدنية عالمدارس وعالإعلام طيب نحنا اللهم عم نحط برامج سخيفة على الإعلام انت شو عم اتوصل هدا وان التربية وان الثقافية وان الوعي الثقافي عند هيدا البنيادا اللي انت عم تحكي عجيل بدك تربيه لا نحنا نحنا منا هيك مش هيدا المجتمع اللبناني نحنا منا هيك ولم نقبل نكون أدحكيو هيدا جيل التليفونيت والآيباد على راس انه لا نشيك ايه ما هيدا نرجع ل الموضوع أول ما بلشنا بقصة محور المقاومة المحمر والآخر أمريكا عندها شي اسمه كنا بالجيل الرابع للحروب صرنا بالجيل الخامس للحروب اللي هو السوشيل ميديا وهو وهذا ما أثبت انه أول ما بلش الحراق ستين سبعين بمية من السوشيل ميديا يجينا من الضبابة الإلكترونية من السعودية مثل ما اجعل عراق نفس الشي هني دايرين اللعبة بالسوشيل ميديا وبالإعلام هي هلأ أهم خطوة وأهم حرب هي الحرب الإعلامية لأنه انت متلقي 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 هني عارفين كيف يفوتوا عليك بالإضافة إلى المطالب والإضافة إلى الشعارات الرنانية اللي بتحكي داخلك ايه مزبوط انا هيدا المطلب صحيح مزبوط انا هيدا بدي ايه هني بينطلقوا من هون وبيركبوا الحراكة والأمر كان كيف يشتغلوا بيفتتوا بيدينوا أو إذا صار في حراكة بيركبوه وبين عندهم أجاندة بيشتغلوها وللأسف نحن ايه شعب متلقي لأنه غير محصنين غير محصنين وهذا ما حصل في الشارع بدل ما يعمل منصات للمسخرة والسبسبة بيعمل منصات تطلع عليها إعلاميين ومثقافيين اتشافيون أول يومين ثلاثة أربعة دكتور بعدين خلاص ايه بس بعدين لما هي دايما بيصير فيه لما يصير أي انتفاضة شعبية كل الناس بتنزل وكل الطبقات الاجتماعية والفكرية والثقافية وبالطالع هيدا الشارع بد يحمل الكل طيب سؤالي بترح نفسه بتضلك تقليلي أنه بتقوله وصفارات مين نجاب صوتيات مين مول مين عمل كانت مبادرة فردية كل حدا قادر يعمل في كتير مبادرات فردية بس هيدا المبادر الفردي اللي نازل جوعا مش قادر يشتري هولي بالإضافة إلا بس مين عال ان تقوله وصده بس جوعاني بس اللي بالشارع هن الفؤرة في كتير ناس مع المصاري في كتير مؤسسات المؤسسات لبنانية أصحابها ضخوا مال مش طبيعي بالحراك هيدا كاريتاس هيدا كاريتاس هوا المؤسسات مش هني أكتر ناس نضرروا من هذي الطبقة والصوصات الاقتصادية لا هنما تضرروا انهم مشاركين ما حدا من تضرر هوا كلهم مشاري ما بنا نحكي اسماء عشان خلينا نوصل لحلول منطقية ونطمن الشارع انه مطالبكم او نحنا معكم نحنا من الشارع وخلينا نطلل نحنا ضغطين على الحكومة لحتى فعلا تقض بهذا المطالب ونروح على بلد خلينا نروح على بلد خلينا نطلع من هذا الموضع كله خلينا نروح على بلد للأسف نحن في لبنان والله نحن إذا ما عنا هذا الأمن الاجتماعي وده هيدا المصارف ومصرف لبنان بالذات اللي لا يميت على ان تستفهم إذا ما تدارك الوضع نحنا رايحين عكارثي نحنا فعلا رايحين عكارثي يعني على أنا بنصح اللبنانية بحسب متابعة إلى الموضوع كله إذا منبقى هاك في مثل عنا بالجنوب يقول إذا عندك حكورة روح زراعه روح يزراعه لأنه ممكن بكرة يصير معك مال بس ما تلاقي الشيء تشتري فيه بدكش تاكله؟ بدك تاكله؟ ما عملينا بدي خوي بس أصلا عايشي هؤل يومين خوف مش طبيعه هذا الهلع هذا الخوف يجب أن يكون لدى السلطة وليس لدى الناس هذا لازم يكون عند السلطة هنه لازم يتحرك هنه لازم يتحرك هنه لازم يتحرك أمه روحوا تحركوا روحوا شخلي كل واحد يسلم مسؤوليته يتحمل مسؤوليته ما في واحد اللي أنا وقفته بطلت لا حبيبي انت ما بطلت انت موجود انت بدك تتحاكم وبدك تتحاصب إذا بطلت انت هلأ انت انت اللي بدك تلقي لي حل مش أنا أنا شعب أنا ما مطلوب مني الحل مطلوب منك انت كسلطة حاكمة أن تجد الحل بما يتلاءم مع هذا الشارع وإلا ستحاكم 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 ما في مجال ما حدا حباء حيسكت لا أنا ولا غيري ما حدا حيسكت لأنه ضقنا درعا بهذه المنظومة الفاسدة من أولا لإخلا ضقنا فيها درعا معاش معاش قادرين بالإضافة إلى ما هي بالنهاية بالسلطة في نسبة وتناسب مزبوط في فساد بس كمان نسبة وتناسب مش كلهم يعني كلهم لا في نسبة وتناسب مها فيني أنا يحمل 30 سنة إيجي يحمله والله ايه لا مالعهد الخيء مالعهد أدسر له ما فيني حمل 30 سنة إيلا ما حزب الله لك أنا عم يسألك يا أخي حزب الله شو شارك ما فيني أنا يحمل قوى سياسية في تفاوض مسئولية في تفاوض مسئول أحسنتي مدام أنا مشارك بالسلطة أنا مسؤول لو مسؤولية معنوية معنوية ما حدا يقول أنا مني مسؤول كل العالم مسؤولي كل من شارك في السلطة هو مسؤول طيب إذا أنت سكتت مسؤول لأنه أنت عم تشارك بطريقة غير مباشرة بس عم تشارك أنت مسؤول لازم أنت يكون يا إما تكون مؤثر أو لا تشارك كل القوى السياسية صحيح عرفت كي نظرة الديمقراطية اللي هي موجودة نسبة تحكم ونسبة عارض وهيك بصير في محاسبة ورقابة نحن يارات عنا هذا الاسلوب بس للأسف بس يتفؤوا بتعرفي عمين بيتفؤوا عالمواطن بيتفؤوا عالمحاسسة وبس يختلفوا كمان الشعب بس هك عالمحاسسة بيلغوا الطائفية السياسية وبيلغوا الطائفية والمناطقية والمذهبية واللي بدك إيه لا يكلوا الجبنية يتقاصموا وبس أي شي بصير لا بكن تنتبهوا في طائفية وفي مذهبية وفي مناطقية يخي والله عم تتفؤوا بس على المواطن ما هيدا المواطن ما حرقتوه يخي بدك تعطيني أنا بس عيش وآكل واشرب بس أنا ما بدي بس بدي أكل واشرب أنا من يربوه أنا بدي أكل واشرب وفكر وعيش في دولة محترمة بدي كرامتي بدي كرامتي لا تباع ولا تشرب هني تعودوا على أن للأسف رح استعمل تعبير أكيد ما بينطبق على كل الناس بس تعتبروا أنه الناس غنم وهني سيئين هذا كان في الماضي كان في الماضي كان في الماضي من اليوم الشعب استفاق والشعب سيحاكم والشعب هو من يستطيع أن يحاكم وإلا بكون الفوضى على هيدا السلطة وهيدا النظام الشعب يستاد والشعب حاضر لأنه وقت اللي أنا بوصل عبيتي ولادي بدي نيكله مميع طعامين شو بأعمل شو بدي أعمل عجبت المرئين لم يجد قوطة يومه فلم يخرج للناس شهرا سيفة ما فيه المال بعادل الروح بأي معمى بأي لقمة العيش بتعادل الروح صحيح أنت عم تذلني يوميا عم تفرض علي ضرائب أنت ما عم تخليني يعيش وأنت تزداد ثلاغا طب إنه بعدين طيب شو؟ هادي هي الشركة الحلبية اللي عمينا أنا يكور التلج وكبرت كبرت كبرت وما كانوا مصدقين إنه ممكن توصل لهون لأنه من سنة بالانتخابات نيبية العالم راحيت ورجعت جددت الولاء لنفسه لذلك كنا عم نطلب بأول الحراك من الشباب من العالم من المثقف يا شباب لازم نحن نكون عندنا أهداف محددة وبسيطة طيب مش أخذ ورقة اقتصادية يا خي بغض النظر عن أديش هذه الورقة فيها ما شف فيها ما فيها ولكن خلال ثلاثين سنة ما شفنا مثلك كنا بس عم نطلب مطلب واحد أنا كان عندي تشكل لجنة من هذا الحراك ومن قانونيين وقضاة مستقلين وظيفتها التدقيق والمراقبة على العمل الحكومي بس يعطونا حصانة ويعطونا صلاحية طيب بس هالمطلب خلينا نمشي بعد المطلب عم نخترق ألية خارج الدستور بينما الدستور عطينا المراقبة ومحاسبة بأكتر من أنت الجلاد وأنت الحكم ومين هو الدستور مين استعملوا مين اشتغل فيه معلشي مين اشتغل فيه لما أنا بدي عين وأنا بدي إعمال هو بده حاسبني مش هيحاسبني لذلك هيدا نبض الشارع أنا عم كنت اللي عم بحكيه يكون متمثل ولو بهدي المجموعة القلة القليلة عرفت كيه بس قادرت تطلع على الملفات وقادرت دق بس ما عم نقول تحاسب قادرت دق لأنه في رأي عام ناطرة عرفت كيه بس وعطونا حصانة كمان مش بكرة حطونا بالحبوس عرفت كيه فنحنا عندنا مئة حل بهذا البلد دكتور مبارح كان فيه كلام للشيخ نعيم قاسم عن موضوع التحرك الشعبي بعض اعتبر أنه فيه تقدم اليوم بالموقف حزب الله بالموضوع مقارنة مع أول مرة طلع سيد نصر الله وحكيه وقال له أنه ما تعزبوا قلب كونوا تنزلوا على الشارع وهالحكومة ما رح تسقوط وعطونا وقت لنصلح وغيره وغيره يوم لا فيه كلام الشيخ نعيم قاسم عم يقول نحن جزء من هذا الشعب الذي يعاني نؤمن بهذا الحراك نشجع له عم يقوله أن الناس ما تطلعوا أصلا من الشارع بس تفضلت وقلت السيد حسن قال لا 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 ما قال هك السيد ما قال هك السيد حسن قال المطالب محقة بس قال ما فيه حكومة السرية لما رح نعمل الانتخابات مبكرة بس قال فيه مطالب محقة ماشي وفيه ناس أكيدة بهذا الحراك هني محقين ونحن نستمد من الحراك هذه القوة لكي نحاسب ونغير في هذه الدورة طيب ما كان على أساس فيه التفاقية مع الرئيس الحكومي سعد الحريري أن لا استقالة للحكوم هذا كان لتفاقية ورجع تصار في استقال طيب الشيء هلأ يعني أنا لست هنا لا في مقام أني دافع عن حزب الله أو أحكي حزب الله شو بد أنا كمراقب سياسي بقول على الشكل التالي ممكن هناك مؤشرات معينة طلقاها حزب الله ماشي طم أنته أنه هذا الحراك لن يذهب إلى مكان آخر يعني أصحاب الأجندات اللي كانوا يعملوا على أنه صير فيه حرب داخلية وهو أقتتال داخل وحرب أهلية هذا الخطر خف أو زال ماشي لذلك ليه برأيك خف أو زال يعني إذا كان عنده نية تخريبية إذا كان عنده نية تخريبية فيه شيء أساسي اسم الباجت أديها الباجت اللي كان محطوط بيئي بعد في منه ولا لا طيب نحن هلأ منشوف فيه ساحات بعدها موجودة يطراب وصحب كانوا عاملين باجت صغير إذا هيك ما هدقون كم يوم أنت بتعتقدها هادي كلها الأمم هادي الشعوب كلها العالم وكلها المص يعني أول نقطة ماي نزلت معلاشي احترمونا أول نقطة ماي نزلت نزل نزل فوال خمس تلاف مئة ألف فيه شيء بيقول خمس تلاف عشر تلاف مضلة ماشي وكمان نزل لباس ضد الماي هو شو هلأ خلقوا يعني دغري هيك بتتكي لا أكيد مش بتتكي والخيام مش بتتكي وغيره والأكل اللي صار السوشال ميديا كله ملان بتتعرف أنه اللي لفتلي مظهري بيدي الصور أنه فيه منقوشي ملفوفي بهذا العالم اللبناني قمت أنا سألت طلقة الحق الوراء أغلى من حق المنقوشي ما لاشي خلينا نحكي نحنا شيء يكون كمان منطقي لذلك أعتقد أن حزب الله لديه بعض المعطيات التي عملت على طمأنة حزب الله من هذا التحرك في الشارع بالإضافة إلى البوصل اليوم في الشارع أين في المرافق في بعض المرافق وبعض الأماكن وهذا الصح قادر شل البلد حكوميا قادر شل البلد حكوميا هذا كنم طالفين من أول يوم شلوا البلد حكوميا ترك للشوارع بسرعة شل البلد حكوميا فينا نشلها للبلد حكوميا وفينا نظلنا ضغطين عليهم مزبوط وهذا الصح وهذا ما يجري الآن وهذا أنا معه وأزال معه ولا أزال هذا الحراك هو حراك صادق بغض النظر عن ليريكبوت ركيليون هذا الحراك صادق وما طلبهم محقا ويجب على الدولة أن تأخذ هذا المطاب وأنا بدأ الجميع إذا لم يكن هناك في الأيام القليلة القادمة أي بابرة خير من هذه الحكومة أو مؤشر لا ينزلوا كل على الشارع ويعطلوا كل المرافق الدولي من البور والجر وخاصة أماكن الفساد وخاصة أماكن الفساد للأسف يعني أنا من نسبة لي عندي عدة أماكن فساد هذه كتير واضحة ليش البور شو عم بصير فيه ليش مصرف لبنان شو عم بصير فيه طيب في حدا يحكي إلنا بهالدولة أثناء الحراك الـ Special customer اللي هني الزبائن المميزين بمصرف لبنان طلعوا مصاري من البلد ولا لا كيف؟ خلي حدا يقلنا بس كيف؟ طلعوا مصاري خلي حدا خلي يطلع شي مسؤول بمصرف لبنان ويتحضر هذا الكلام وقال لي أنت اللي سموا هذا غلط أنه لا فيه مصاري طلعت من البلد لهؤلاء المميزين ماشي؟ فيه مصاري طلعت من البلد بلناش نحكي بعد نرجع نفتح على المصارف ومين شريك مع مصارف خارجية والـ Golden Man خلينا نظلنا على الأرض نحنا على الحراكة الداخلة مع أنه كل مربوط بالخارج لذلك عشان نحنا ما نظلنا نحكيه بنفس الدوامي هيا الدولة هيا الحكومة يجب السلطة عفوا يجب أن تأخذ المطالب تروح تشكل حكومة ماشي؟ يفيقه مش أنه والله بنتر لبكرة ولا بعد بكرة لا اليوم مبارح كان لازم يشكله مش اليوم كمان يروح يشكله حكومة تراعي كل مطالب هذا الحراك ماشي؟ ضمن سقف معين زمني وضمن أجندة معينة ويروح يقرهم بمجلس النواب ويدعو الانتخابات مبكرة لكي نعيد دناء هذه الدولة عبر هذه السلطة حكومة التكنوسياسية لحدهم يعني حاول وجوه اللي بعض استفازت الناس لأنه عم تتكرر ولأنه الناس يمكن تعتبرها هي فاسدة أو لا هذا موضوع أكيد القضاء بحدده حنبعد عنا يعني اليوم فينا أولا يدعوه إنجازة حقا اي صحيح بس بعضهم عم بيمر بنفس الدوامة هنا أنه أنت ولا أنا مين هو اللي فاسد أو مين اللي بيستفز الشارع مرجعنا يعني بنا نظلنا نلف ونظور بنفس الدوامة أولا كيف الحال هو أصبت شير حال حكومة الأفضل أفضل شخص اللي بيترقس هذه الحكومة الانتقالية هو سعد الحريب لعدة أسباب أول شي اللي أعرف عنا بلبنان الطائفة أقوى واحد بالطائفة هو اللي بيجي رئاسة الجمهورية ماروني ورئاسة المجلس الشيعي ورئاسة الحكومي هو سني سيبقى اليوم نحن عم نحكي اليوم سعد الحريري هو الأكثر تمثيلا بالطائفة السنية وأكثرهم اعتدالا وهو الوحيد الذي يستطيع أن يجابه الخارج والمجتمع الدولي وهو أصلا عنصر مطمئن للمجتمع الدولي طيب هذا عندي أنا مطمئن لحزه الله في الداخل كمان كمان بس هو لاش راح استقال هون الشغلة بترجع له ونون يعني يمكن الوحيد اللي سمع نبض الشارع بصدق لأنه لو لا لأولا كمان ما كان في صدق طيب وهو كان عم يحكي عم يعطيون لها للشركاء ويعطيون فرصة لو لا هلأ العلاء ملا 22 يوم وما قدم ناله شيء لهذه الناس بالشارع براكن بعدنا هالقد سلميه وبعد الناس هالقد لاش لاليوم لاليوم شو صار منفشت خلق الناس إنو في ناس سمعت لنا هذه الحكومة نحنا ما عنا ثقافية سقطنا يهم يعني هادي أبسط شيء وقت تنزل انتفاضة شعبية ثورة حركة مثل أودك سميه شفتي أنه يكون في تجميع الناس الوزراء اللي مفروض يكفوا يدوروا لنا الأمور ما بدنا يهم نرجاني نحنا ما عنا ثقافي ما عنا ثقافي طيب أنا سقط الحكومة راح تجي حكومة من المريخ لا بس إذا عم نقول تكنو سياسي عال هيدا أنجاز إذا عملوها ماشي هذا إنجاز ليش لأنه غير هايك بتروح على المجلس النيابي بتسقط ما بتنالفها عرفت كيف وما حدا حيقبل من كل هول الأطراف أنه هو ما يتمثل ماشي تكنو سياسي بدنا نروحوا على وين بدنا نروحوا يقروا شي فعلا ملموس ويروحوا فيها مجلس المواد ماشي عم نرجع نحكي نفس الحكي يجب بناء ثقة ولو يعني منو طلع على الدرج درجة 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 لا طبعا لكل اللي بالشارع ولا كل اللي بالحراك ما فيني أنا بكبسة زر غير كل شي لازم للعالم تفهم يعني إذا ردت أنت طاعف أطلب المستطاع يعني إنتم تطلب مية تحصل عربيين هذا إنجاز لأن إنتم حياتك باللبنان ما كنتم تحصل على واحد هذا إنجاز الضغط الخارجي بعده عم يضغط كمان بعده عم يضغط المؤشرات وكل حتى المنفدين الخارجين هلأ جي الفرنسي بـ 12 شهر كمان ما نفس الشي كله ضغط ضغط يا بخيي شو باكن إنتم بتعرفوا اللعبة بس أصلا في واقع ما فينا ننشرهم نحنا الواقع اقتصادي نحنا عميكي على السياسيين إنتم بتعرفوا اللعبة خلصونا يا خيي بدكش فلان وبدكش عالتان طلعوا بس أعطيه شو هو اللي بتطلبه ما عاش نحمل تأخير نحنا صرنا مش بس بوجه العاصفة نحنا صرنا على حرفة الإنهيان وحرفة الإنفجار شاء أمن شاء هلأ بتقليلي عم بتخوف بس لازم يفيقو نحنا لا نحنا معاش متحمل إذا بكرة بتفتح المصارف وبيرجع العالم نفس الشي شو ما نكون عملنا طيب يا خيي روحوا عملوا كابتال كونترول وهير كات إذا كل هلأبدي إنتوا خايفين وما في مصاري وما عارفين شو بك تتصرف وروح عملوا هير ليش دايما من تحت الطاولة ليش شفاهيا ما أنت عم تطبق الكابتال كونترول شاء أمن شاء هكو فيها لا صرحنا قلنا طيب وحد المتنتين يا بتروح أنت بتجيب فعلا هو المصاري اللي موجودة بتروح وتضخها أنت بالسوق وتفتح للناس تتاكل وتشرب وتعيش بطريقة طبيعية يا أنت قول شو فيه لأنه في شي غلط في شي مخفي في شي أطبي مخفي يبان المصارف والبنك المركزي خلينا نشوف روي خلينا يطلعوا يحكوا للأسف وقتنا انتهى دكتور عمران زهوي أهلا وسهلا فيك باحث وكاتب سياسي شكرا لوجودك معنا نحن فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة مع ديوفي في السيديو شكرا إليك شكرا دكتور مرأة الله